الأمر بات شبهة محسومة تفضل شكرا جزيلا تحية لحضرتك ولكل الأخوة المشاهدين لا يمكن الجزء بما لدينا من أوليات ومعلومات وما وصلتنا من صور الجزء بأنه بايدن هو الفائز رغم أنه تشير هذه النتائج إلى أرجحيته وإلى حصوله على ربما مقاعد أكثر لكن لأنه معلوم ونعرف كما نتابع في كل مرة النتائج الانتخابات قد تتغير في اللحظة الأخيرة خاصة أن هناك الآن إشكاليات كثيرة منها مظاهرات احتجازية لأجباع ترامب مثلا لمؤيدين ترامب وما على ذلك هناك تشكيكات وهناك كثير من الملاحظات التي يعني دكتور شاكر ما زال الأمر غير محسوم إلى حد الآن ونتوقع مفاجآت في قادم الأيام هذا رأيك؟ نعم نتوقع مفاجآت حتى اليوم مساء يعني قد تكون مقابل مفاجآت وقد تكون النتيجة ليست كما نراها نحن الآن لكن أيضا لنكون مستعدين إلى أنه بايدن قد هو الذي يفوز خاصة أن ترامب خسر كثيرا سواء كان في رصيده داخل الوطن داخل أمريكا يعني أو خارج خارج أمريكا طيب دكتور يعني ترامب أعرب عن ثقته بالفوز ثم تحدث عن عملية احتيالي ببطاقات انتخابية مفاجئة يعني هل سيلجأ إلى القضاء لتقويض الانتخابات في حال فوز بايدن؟ هذه متوقعة من بايدن ومتوقعة أيضا في كل البزالات الخافية عندما تكون هناك النتائج الأولية غير المرضية يبدأ بالتصعيد على صحيح التهديد مثلا أو مثلا التشكيك ومعلى ذلك مما يدفع بأرقلة وصول النتيجة لصالح الخصم لكن بكل تأكيد أعتقد القضاء الأمريكي قد يكون أكثر موضوعية في النظر مثل هذه الأمور للقضاء الأمريكي يتمتح فعلا باستقلال عن الضغوطات السياسية لننتظر نحن هذه النتائج اليوم وأعتقد أنه اليوم في ساحة متاخرة قد تكون النتائج قريبة إلى الحتم النهاي طيب يعني دكتور شاكر هل العراق في منعا عن تغيير سياسة واشنطن خاصة وأنه يعاني من أزمات اقتصادية وأمنية أيضا؟ بالعكس أخي الفاظل كل ما يجري في أمريكا ينعكس علينا بشكل مباشر ينعكس على العراق سياسيا واقتصاديا وأمنيا قبل كل شيء وحتى اجتماعيا لأنه العراق لما وقع بين عياد الأمريكان ووبرات احتلالهم تحرض العراق لما تحرضه وبالتالي وصلت الأمور إلى أن العراق اليوم يستدين أو يقترون من أجل أن يدفع الرواتب إلى المال رغم أنه قضية الرواتب أيضا نشكو فيها وراءها وراءها كمة ما وراءها لكنه القصد أن الوضع العراق تدهر في العراق تدهر على كافة الأسعادة بسبب سياسات الأمريكية وما تسبب في دفول إيران يعني دكتور شاكر بالنسبة للسياسة الأمريكية هل تتغير بتغير الشخص أم أن هناك خطوط حمر لا يمكن تجاوزها حسب السياسة الأمريكية يعني على سبيل الافتراض ماذا بشأن نتائج الانتخابات على الوضع الإقليمي وخاصة مثلا على وضع إيران نعم يعني هناك ما هو مشترك بين الأحزاب الأمريكية بين الدموقراطيين والجمهوريين ما هو مشترك بما يتعلق مثلا بالسياسات الخارجية المطلس بطلس من إسرائيل من إيران من الإيران من الإيران من وصين ومن إدارة وما لا ذلك لكن هناك في التفاصيل اختلافات تتعدي إلى أرجحية موقف ما ضد آخر وتأثير ما على بلادنا أكثر من تأثير الطرف الآخر لو كانت فائزة يعني لو يستمر ترامب في السلطة احترسة تستمر العقوبات على إيران لكن أنا أتوقع عندما يأتي بايدنس أول مسألة يعني يعيد النظر فيقوم بها أنه يعيد النظر في العلاقة مع إيران وربما يعود إلى طبيعة الاتفاق النووي الستراتيجي نعم دكتور شرك الكتاب كنت معنا وعلى الهوائي مباشرة شكرا جزيلا لضبامك إلينا